الحمد لله واخده بعد مخاض عسير خرجت للنور مسوادة الدستور المصري لعام 2013 الوليد الجديد جاء بعد مسيرة قانونية شائكة شاهدت الكثير من السجالات حتى بلغ محطته الأخيرة بإجمالي 247 مادة من بينها 42 مادة مستحدثة أربع مواد شكلت حجر عثرة في مسيرة إخراج الدستور ويقاصة بالنظام الانتخابي وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل ونسبة العمال والفلاحين ونسبة تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة ولنزع فاتيل الاختلافات توصل أعضاء لجنة الخمسين إلى إلقاء الكرة في ملعب رئيس البلاد بأن جعلته مسؤولا عن تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفته المشرع تعديل اعتبر بأنه مثل تغييرا في خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في الثالث من يوليو الماضي بأن تكون الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية كما تم التوافق على أن يترك لرئيس الجمهورية أيضا أن يحدد النظام الانتخابي الذي تستجرى عليه الانتخابات البرلمانية القادمة سواء بنظام الفردي أو القوائم أو المختلط وتقول المسوادة أيضا أنه يجب بدء الإجراءات الانتخابية في غضون الستة أشهر من العمل بالدستور ووافقت اللجنة على مادة تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في الموافقة على اختيار وعزل وزير الدفاع لمدتين رئاسيتين وتسمح المسوادة أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية في حالات معينة كما أجرت لجنة الخمسين عددا ليس بالقليل من التعديلات على دستور 2012 المعطل ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء المادة مائتين وتسعة عشر المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية كما تم إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة الخمسين بالمئة عمال وفلاحين إلى جانب إجراء تعديل في مواد السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المتمثلة في صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء